أهلاً أعزائي المشاهدين ما زلنا في حديثنا عن البدلية في المسحي وعطينا بعض الأفكار من العهد القديم اللي عاوز أقوله باختصار أحبائي أنه الله فعلاً طلب من موسى في سفر اللويين أن يقدم ذبائح في ذبائح كثير طلب ذبائح بسبب الخطيئة في ذبيحة إثم ذبيحة خطيئة، ذبيحة السلامة ذبيحة المحرقة، ذبائح في الأعياد في أوقات معينة الخاطئ عادةً بيجي في ذبيحة وبيحط إيده على الذبيحة بالإيمان طبعاً لأنه لأنه رب يقول ما لي كثرة ذبائحكم اتخمت منها يعني يعني الفكرة مش أنك ذبيحة وتتبحها وخلاص لا، الفكرة الإيمان أنه أنا بهذا الإيمان أنه هذا الدم بيكفر عني وأنه يوم من الأيام الله سيرسل الذبيح الأعظم يسوع المسيح اللي بينقذنا من الظلمة ومن الموت ومن الفقر ومن كل الشقاء حتى إيش إنه لبركات الله